كشفت الحكومة عن إنتاجها 50 ألف برميل نفط يومياً وقالت إنها تسعى لرفع الإنتاج إلى 80 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري وزير النفط أوسى العود قال إن رفع نسبة الإنتاج في قطاع النفط والغاز من شأنه أن يرفد نحو 60% من إرادات الدولة لهذا العام ويمكنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية وبحسب الوزير فإن ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز المسال سيسهم في تمكين الوزارة من تغطية 60% من الموازنة العامة وقد تتجاوز هذه النسبة تدريجياً بتحسن الأوضاع الأمنية في عموم المحافظات وأكد الوزير أن وزارة النفط أنجزت العام الماضي مشروع أنبوب قطاع 5 إلى 4 غرب عياد ومع انتهاء المشروع الحالي لمد الأنابيب ستمتلك الحكومة خيارين استراتيجيين يتمثلان في قدرتها على التصدير إما عبر ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة الذي تسيطر عليه مديشي الحوثي أو عبر ميناء النشيمة المرتبط بمنشأة بلحاف الواقعة في محافظة شبوة والتي لا تزال تتواجد فيها قوات إماراتية ولفت وزير النفط إلى وجود جهد مشتركة بين الحكومة والتحالف في هذا الصدد لزيادة تأمين خطوط وقطاعات الإنتاج لتعزيز كفاءة الإنتاج متوقعا البدء في أعمال ضغق الغاز وتشغيل المنشأة التي شيدت بأكثر من أربعة مليارات دولار في بلحاف بشبوة خلال العام الجاري وبالتالي رفع جاهزيتها الأمنية تحسبا لأي استهداف ترجمة نانسي قنقر